أخذ هذا الكلام أستاذ كامل عبدالله بأذهب إليك وأنا أتخيل أن هناك منطقتان للمصالح التركية المنطقة الأولى بالرعاية والأقرب جغرافيا وإستراتيجيا هي منطقة الشرق المتوسطية التي تحوي صاروات كبرى يمكن لتركيا أن تتقاسمها أو تستولي عليها إذا استطاعت بدون عناء منطقة الثانية هي ليبيا الشقيقة من الواضح أن الضغط على تركيا أتى في نفس الوقت في المنطقتين ضغط إقليمي مباشر في منطقة الشرق المتوسط ساهمت فيه ولعبت فرنسا دورا رئيسيا ومعها الدول الأخرى وضغط مباشر في ليبيا لعبت فيه مصر دورا مباشرا إذا كان هناك من قرار لصانع القرار الليبي في أن يختار بين المنطقتين أيهما يركز فيها مفاوضاته ونفوزه أو تقاسم النفوز وإيها يترك أين ليبيا لدى صانع قرار التركي في الفترة القديمة في ظل هاتين المنطقتين أعتقد أن هناك مأزق في الوقت الراهن بالنسبة لتركيا في طرابلس قبل يومين كان الكشف عن هذا المأزق جاء على لسان الرئيس رقب أردغان نفسه عندما صرح بأن إعلان استراج استقالته كان أمرا مزعجا بالنسبة له ونوه إلى أن هناك وفد تركي سيتوجه إلى طرابلس خلال الأسبوع المقبل لوضع الأمور في نصابها كما قال فعلى ما يبدو أن أردغان بدأ يدرك أن انهيار التحالف أو احتزاز التحالف الداعم لحكومة الوفاق وأي تغيير قد يطرع على المشهد يؤثر على شرعية هذه أو وجود هذه الحكومة ربما يقوض الاتفاق الذي يسعى إليه والذي هو بالمناسبة أيضا يحتاج إلى مصر لتمريره لأن اتفاق ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق الوطني لن يمضي أبدا بدون موافقة مصر خاصة أن هذا الاتفاق يتمس بشكل مباشر مع الحدود البحرية المصرية والحدود البحرية الليبية في شرق البلاد فبالتالي هو بإمكانه أن يقدم تنازلات للظفر بهذا لأنه هو بحاجة مأسة جدا لكسر الطوق الذي يعتبره يفرض على تركيا من قبل خصومها أو جيرانها المحيطين به وهنا يقصد اليونان والفرنسيين الذين يتواجدون في شرق المتوسط والذين دخل معهم في منوشات على بدأ الأسبوع القادمة هو مضطر لتقديم تنازلات وأعتقد أن هذه التنازلات سيكون الأولى أن تكون بالقرب من تركيا وليس بعيدا عن تركيا نفسها عظيم